جزائر بلد ينتظركم مع العديد من المزايا بهذه الكلمات افتتح الوزير الأول أحمد أيحيا فعاليات منتدى الأعمال الجزائرية الكورية الجنوبي في خطوة لجذب رجال الأعمال الكوريين ودفعهم نحو ولوج السوق الجزائرية قصد رفع حجم المبادلات بين البلدين المقدر بـ 2.3 مليار دولار سنة 2017 إن حضور مؤسسات جمهورية جمهورية كوريا يبقى متواضعا في الجزائر بالرغم من مهارتها الكبرى والمعروفة في العالم بالفعل فإن المؤسسات الكورية اقتصرت طوال سنوات على صفقات إنجاز في الكثير من المجالات فقط إن الحكومة الجزائرية تدعوكم إلى الإقبال أكثر على الاستثمار في بلادنا حيث ستكسبون فيها مكانة في سوق محمية تتنوع المجالات الشراكة بين الجزائري وكوريا الجنوبية لكن ما يزال هناك العديد من القطاعات لا بد على البلدين من تعزيز تعاون الشراكة فيها بما يعود للفائدة لكل البلدين اللقاء توجى بإبرام عقد شراكة لإنتاج شاحنات والحفيلات بالجزائر بين مجمع جلوبال جروب مع نظيره الكورية الجنوبي هونداي موتورز شراكة تعد الأولى من نوعها في أفريقيا هو مشروع استثماري مهم بقيمة تتجاوز المئة مليون دولار من أجل تصنيع الشاحنات وليس تركيبها وذلك بأسعار تنافسية ستسمح لنا بولوج التصدير لإفريقيا وأوروبا يحقق مجمع جلوبال جروب نجاحا كبيرا هنا في الجزائر لذا اخترناه كشريك وقررنا فتح مصنع هنا المؤسسات الكورية حاضرة في الجزائر عبر 26 مؤسسة تشمل مجال الإلكترونيات وصناعة السيارات ليأتي هذا المنتدى لبحث فرص استثمار أقوى تشمل باقي المجالات ترجمة نانسي قنقر